هي مباراة تلخصها كنت مجاهزة في دماغي كيف يخسر الأبطال وهكذا يتصرف العظماء لأنها مباراة الناس هتقول لك هو الحكم دبح يا سيد إبراهيم الأهلي عشان طرد أيمن أشرف طرد أيمن أشرف كان مبكرا بالزبط يفكرك بماتش التراجي بتاع إدرامو هدف يغيظ وينرفز واضح ويخرجك عن شعورك طبيعي يسمحه كورنر ظالم ثم هدف ظالم ثم تيجي تتكلم فالحكم يحطك في دماغه ويروح طارد بعد شوية محمد بركات هو التحكيم بيعمل إيه في المتشاط دي هو مش مسألة الطارد والنقص العددي اللي مؤكد أثر تاكتكيا على فكر المدرب والتاكتك بتاعه هو استحوذ هو المدرب عالج النقص مش بالدفاع المتكتل بالاستحواذ طول ما الكورة معاه هو متطم ولكن انت صدرت لي يا أخي العصبية صدرت لي الشعور بعدم الأمان صدرت لي تحيزك فأنا في الملعب مش حاسس إنه مبسوط حاسس بالظلم لعبة الأهل كانت عصبية وده اللي قاله الأستاذنا أجيب الأستاذ حاسم استكاوي إن هو الأهل كان رايح عشان يكسب ففوه جاء بهدم المعبد مبكرا دي الحاجات اللي بتخوفني يا أستاذ بريم تملي في تحفظي قبل المبارات اللي تبدو سهلة إنه الظروف ما حانتش عارفها الظروف مش عارف الطعنة حجيلك من إيه أنت الأقوى بس الطعنة حجيلك من إيه من واحد على السطوح ولا واحد وانت ماشي في الشارع ما تعرفوش ولا في طعنة حجيلك بتبقى شعيرها انت في المبارات دي كل اللعيبة خرجت عن إطارها آه حماسها وإخلاصها أدى إلى إن إحنا تفضل كرة في رجلنا وشكلنا أفضل يعني دي عارفت عاملة زي إيه يا أستاذ بريم في الملاكمة والحاجات دي إن مسك واحد هاريه ضرب فيروح ضربك ضربة غير قانونية تسقط بالضربة القاضية يحسب هالله الحاكم فالحاكم العادي يحسبه ضده آه ويفوز المغمى عليه آه اللي واخد الضربة الغلط والحاكم الغير عادي يتنش طيب وهذا ما حدث لماذا نتحدث الآن عن هذه المباراة لأن فيها ما زال شغل خارج الملحب طيب عشان كده النادي سريعا قدم تظلم للاتحاد الأفريقي أو رفع مزاكرة احتجاج للاتحاد الأفريقي ضد كل ما حفلت به هذه المباراة من أخطاء تحكمية فجأة حقيقة يمكن استعراضها للأهل في شكواه أن الحاكم تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة ودي نقطة اللي كتير من البرامج ما بتوقفش عندها المسألة مش طرد أيمن أشرف بس المسألة أنت بتحتسب ليش بنالتي صريح مثلا الكرة نازلة على إيد مدافع النجد ولا هنا خالص النية النية واضحة أهدر الحاكم الوقت الكتير يعني الشوت التاني الشوت التاني فيه خمس تغيرات فيه هدف واحتفالات الحاكم راح يقول لهم نفسهم نزله الملعب فيه كم خناء حصلت ثلاث مرات تقريبا فيه إدعاء إصابات كلكوا عارفين الطريقة سبعة كمال دقائق راحوا فيه وقت كتير جدا أهدر الحاكم أضاف ثلاث دقائق وحتى لما أضافت ثلاث دقائق في ديال ثالثة منهم أو قبل ما تنتهي رمضان صبحي يرقص ويدخل من الشمال في أفضل منطقة خطرة ياخد ضربة حرة ما يحسبهاش الضربة قدام حين الحاكم كله بقى مستغرب إزاي دي متى تتنفسه النية مش ناوي ديك حاجة وهو ده بس الحاكم اللي كان طوله المطش سيبونده ده بيعمل كل ده كان من الطبيعي جدا مش يحسب لك فاول على حدود الثمنتاشر إذا ربما تتعادل فيروح هو في دهيا هو ده اللي حصل فالأهلي قدم هذا الاحتجاج على فكرة الأحداث الزغيرة دي اللي الناس في غمار الغضب ما توقفتش يا دم ضربة الجزاء والفاولات والصفارة العكسية وتضيع الوقت واحتساب الوقت كل ده راح في الزحمة لكن ده اللي بيبين نية الحاكم عايز ياخد المباراة في اتجاه صحيح اتكلم الأهل في شكواها على اهدار الحقوق المشروعة للأندية ولما بيتكلم على حقوق بيتكلم على الجميع هو أنا المطالب اللي اللي بيتكلم عليها مش شخصية مش حاجات فردية يعني لو قلتوا كل أندية يمضلنا على ده حيمضوا هم عايزين كده برضو لما بتكلم على إنه بطولة زي دورة أبطال أفريقيا مواردها بقت كبيرة بتأهل تلاتة من فرقها دلوقتي في البطولة اللي جاية السنة اللي جاية مش السنة دي لكاس العالم للأندية بطولة عوائدها بقت ضخمة هي واجهة البطولات القرية على مستوى الأندية طب ليه بهذه القيم التسوقية العالية ما يبقاش فيها تقنية الفار من بدري ليه بتسيبوا للمباراة النهائية وكمان ما بيتلعبش شفنا فاينال السنة اللي فاتت فطسوا الفار فجأ خبوه عشان يرضوا طرف ضد طرف أو يمشوا المسألة بالشكل اللي مشت عليه الأهل في هذا الاحتجاج بيتكلم على إنه ليه ما تطبقش خاصية الحاكم الفيديو المساعد في كل الأدوار والكل الأندية والمباراة بين الأندية الكبيرة اللي هي مؤثرة ليه ما يتمش اختيار حكام النخبة أو الصفوة لإدارتها دي مسائل مشروعة جدا ما بيقول لك شي الدين حاكم فلاني لا بيقول لك نهتم بالمباراة اللي بين أطراف متنافسة وياخل أطراف المتنافسة ده أنت عندك المسألة محسومة أنت أوقي عندك تصنيف أنت لما جيت تعمل القرعة كان عندك تصنيف مستوى أول وثاني وثالث ورابع طيب المباراة اللي بين المستويات العليا اللي هي عندها فرص احتمالية أعلى للاستمرار في البطولة لازم أن تحافظ على حقوقها حجم الندية موجودة بين هذه الفرق ديها حكام متميزين ديهم حكام من مستوى النخبة ديهم حكام ليهم سمعة كويسة لكن الطبيق اللي حصل في لجنة الحكام واللي أنا معلوماتي أن الاتحاد الأفريقي مش هيسكت كتير على اللي بيحصل ده مسألة يعني ربما أصل هي كمان حتى الاتحاد الدولي لما يعلق على سوق التحكيم في القررة الأفريقية دي حاجة مش كويسة لأ أنت عملت تطور فنيا وماديا وملاعب وبنية وانتشار للعبة واهتمام وقال مع نجوم العالم دلوقتي من أبناء القررة السمراء لا يليق أن ده يكون توجيه البطولات أو بص يا صيد إبراهيم نادي القرن الواحد وعشرين هو اللعبة كلها أنت كنت تفوقتي إلى درجة اللي حصلني يكسرني لازم توقف وأقرب المنافسين لك هم اللي قربوا أقرب المنافسين لك دلوقتي الأندية التونسية والوداد فهتفضل أنت أندية التونسية اللي كنا بنتغنى بنروح ونلعب وهما ييجوا يلعبوا في بلدهم والدخول كده بالباسبور والشيء الجميل ده النهار ده أنت بتروح المطش ده وكل الهاجس اللي عندك مش مرايحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر